هاكذا شبيبة راكم تشوفوه هاكم تشوفوه حوشوشة قلبي يأكدلكم بالصوتي والصورة انه علاقته بجهاز المخابرات قديم 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 ها سمعوه منش عارف لكن من عيساب محمد الولي محمد الولي قال لي بنزديرة امامك خيارين يا اما انك تدخل الصف وبركاكم الفتنة هذه وبركاكم المشاكل والدياراس هذو قتالين وفسادة وكذا 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 يا اما ركت تدخل معايا وانا منش واحد يرام معايا جماعة تدخل معانا في حرب وفي صراع له اول وليس له اخر هاكذا انا نتكلم معايا يعني بالاستهزة قلت له دزد معاهم يا قطل منتن هاي دزد معاهم اللي قادر تديرها ديرها قل لي صار هاكذا قلت له صار هاك بعث لي واحد الاشارة قل لي شوف قل لي باش نبين لك قل لي راو عندي ملفك قل لي عندي ملفك انك انت عميل مخابرات وكنت تشتغل معا فلان وفلان وصبع العمال سمعتو مرانيش نقزم قلت لكم باللي راو عميل وبالادلة قلت له اولا وين رأى المشكلة لك ان نتعامل مع مخابرات بلادي ثانيا اذا كان بالفعل عندك شيء نتعامل مع مخابرات بلادي وباش يلي افيد على الدور الوطنية هذه وهو يهدد في قائد الاركان ويهدد في الرئيس ويهدد في الناس اللي رام في الرئاسة وراه هو مع الضباط الأحرار مع الضباط الشرفاء شيء الضباط الأحرار اللي رام في الخارج مع الضباط الشرفاء ايش كون هما؟ هما نصر الجن وهما نصار اللي قال عليه بلي صحابي وذلك نجيبوه لكم النفاق انتعو يقول لكم بلي راه هو مضباط فرنسا ويقول لكم بلي جاهل لان الضباط لا رك تسمعه لطفي لو تسمع فيه بلسانه وهو يقول لباباك بلي جاهل واشتعرف بلي هذي السيد راه هو منافق وراه قادر غدوة المعلومات اللي يعطيتهم له يبيعهم ويبيعهم ويسلخك هذا ما عندوش شبيب هذا راه انسان مرتزق ما عندو لا مبدأ ولا ضميع ضد بنصديرا نورني مكيش مشكل السيد قال لي عندي محضر عندي رابور قال لي تقرير انت عملته في 1991 وهام فيه الخطوط ورؤوس الاقلام كده وكده وكده مسئلة كبيرة بصراحة ثم يعني فاجأني لاني التقرير هذي انا نسيته تنساه واح تنساه 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 كساعدك التقرير اللي والانتاعك تنساه يعني نورمو 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 سجلة بلا للي ما لازم ننساه بنصديرا تقرير قال لي هاوشكين تقرير ذوكا نقول لكم صراح هذا السر مدام سر سر بعد ما حطله فرلاكس لانه محمد الوالي هذا رانا قلنا لكم في وقت هالناس اللي تبعوا المداخل التاعي وتبعوا التعليقات تاعي انا تحديته لما كان حي وقلت له كان كرجل اطلع معي المباشر وانا عندي الادلة انتاعوا هذا محمد الوالي عندي انا اللولي اللي اتصل بي كان يطلب مني عجل باش نتوسط له باش يهدر معه شوشان هكذا باش هو كما هو بلعت بسح لما بعثوا له ميصاج لانهما يعرفوا العمالاء وكانوا ناس هما استخدموه واستخدموه هذا محمد الوالي اللي تبقى الوفاة انتاعوا عليها علم الاستفام واللي راح هذا المجرم هذا الخائن هذا العميل وراح تتليه وتبقى مسألة مطروحة يقدر يسير هو ان يكونوا قتله الله اعلم هذو الناس اللي راح مقدرهما يقتله ضباط وقدرهما يديروا دي زومبي سكاد ولا قادرين محمد الوالي يسير يا يقدروا يكونوا قتله يعني مش مستبعدة هذا القط يخرج في الأسر للدولة انا ذو كانعتكم السر على هذا التقرير هاي وسمع التقرير هذا يا يتعلق بيع العبد الضعيف لراهم أمامكم هذا السعيد بالصديرة هو هو اول من فكك جماعة مسلحة في الجزائر العاصمة سمعتوه باللسانه اول من فكك جماعة مسلحة في الجزائر العاصمة سمعتوه يا جماعة العاصمة يا جماعة انتاع بالكور ها هو أول واحد اللي هو في فكك جماعة مسلحة قبل ما يبدأ العمل المسلح قبل ما تبدأ الجماعة المسلحة وقبل ما يبدأ العيسين المدني وقبل ما الإضراب وقبل ما كذا أول واحد تفكك الجماعة المسلحة شو هو كش مش تنتم صحو في هذا فكك الجماعة المسلحة تسجيل انتاك وأنك تقول بلي كنت بلا بسلاح وفضايو مع حسن علي مياه بعد نبحث عليها ما وش حاضر معايا الآن نعم سعيد بن صديرة اكتشف مؤامرة قبل العصيان المدني تحديو 90 سمعتم مش حتى نبق 2023 ومن بعد بعثونه الأرشيف وعرفها في 91 بكرة هو الآن عادوا يبعثونه الأرشيف بتاع المخابرات رأوا عنده في قارج وبالك تبون ما تستجيبوش للمطالب والسيد هذا رأوا كان ما عندوش ما عندوش حتى ميكرو وراهو وكن جيبو لكم جيبو لكم بالآدلة ونبينوكم باللي كيفش بتزف الناس وكيفش يكذب كيفش يبلعط وكيفش ينصب كيفش يحتالع للناس كان يكتب بستيلو ما عندوش حتى ميكرو هذا اللي هو في جماعة مسلحة عندو علاقة مع أهل عماري عندو علاقة مع التوفيق البرادر واته التوفيق سمعت قبل تكوين الجماعات المسلحة أنا السعيد بن سديرة اللي اكتشفت مجموعة مسلحة وعدد من الأسلحة في مسجد كابول بي بي كور نعم سمعته جمعت بي كور مجموعة من الأسلحة في الوظاية في الوظاية في الوظاية سوصل تحت المسجد نتاع كابول بي كور كانوا جمعهم كدسين مجموعة من مسجد نتاع كابول قال لي يا سيدي نقولوا باللي أرهم أطلقوا عليه هذا الاسم ولكن باش تعرفوا الدلالة نتاع التسمية في قاعة الوضوء الوظاية ما عليك يا سيدي ونقولوا إحنا أخونا من الجلفة وعقبوا الأسلحة من بين وجمعة زيتوني وجمعة شكون شكون زيتونية شي قلت باللي تعرف شوشان وعندك علاقة به وتحترمه هو الواحد المعارض وهو الواحد اللي صدق سمعته اوش قال شوشان اوش قال شوشان قال باللي زيتوني أجهزة انتاع المخابرة هي اللي كنت تشتغل به وقال باللي كامل عبد الرحمن وقال باللي طرطاق طلبوا مني بعد ما خرجم السجن على جلبة شوشان ويشتغل معاهم هذا وشوشان شوشان مازالوا حي والتسجيلات مايش حاضرة معايا لأنه مايش مبرمجها وربما لنا نعود ونرجعوا لها فيك شما مرة أحد أخرى سمعتو البداية الخالية جمعت العيائداني كانوا يحضروا العمل المسلح كانوا بالحق ده برسك هاك تسمع ومحضرين مجموعة من الأسلحة في مسجد كابول اللي كان يصلي بهم الشيخ لهاشمي سحنوني الكفيف مايش لهاشمي سحنوني لا يرحمه الشيخ لا لهاشمي سحنوني الكفيف كان يصلي في مسجد كابول وكانوا جمع ما يسمى بي مشي هذك لهاشمي سحنوني اللي يدوتوه التلفازة والتهمة باللي رأى هو يشتغل مع المخابرات ها مشي لهاشمي سحنوني هذك اللي اللي كان يصوق به هو اللي وراء تفجر تاعم المطار الناس اللي ما تعرفوش المأساة تدخلوه لصفحة نتاعي على اليوتيوب بالموثقة تشوفو في البلايليست هذي بتنتاع المأساة وتشوفو خالد سمعو خالد شوفر متاع هاشمي سحنوني اللي كان وراء التفجير تاعم المطار من سديرها هون عارفو ملف تاعم المأساة هانت زيتوني هاشمي سحنوني زيت الجزء أرى وفيها مجماعة من المتطرفين يعني في بداية الخلية الأولى المسلحة كانوا يخزنوا أسلحة في الوظاية تاعمس جد كابول خلية اللون اكتشفت هذي الأسلحة بالصدفة مشي انتاع أبو يعلي والله انتاع واسمه هذي انتاع بداية انتاع ستينات بعد استقلال انتاع ايتحمد ولا لا خلية اللون اكتشفها بن سديرا واللي اكتشفت الخلية اللون اكتشفها عن طريق صدفة عن طريق صدفة من بعد كنت جئوا له كيف كان هو مع توفيق وكيف رأى عنده هو الأرشيف الصدفة صدفة من بعد ولا طمقوم كبير ما يجب الصدفة طبعا ولكن رحت بعيني بالصدفة ولكن ما يش بالصدفة غلاط برك نعود ورجعها شوية خطر ساعة ساعة الوعدة اللي باكب اللي هو يكون شار بالدواء ثم ثميها بطل مفعول تعدواء كي يقول اللي عاود يطلع لكن رحت بعيني حضرت وشفت بعيني طبعا درت تقرير لمصلحة بلادي درتولي مديرية المخابرات خبار جي التقرير هذا درتو بخط يدي مكتوب ما كانش بكري المشينا يعني أنا على الأقل ما عنديش كتبت التقرير بيدي ووديته المديرية المخابرات مازال في ذاك الوقت مازال ما يعرفش يحزم سرول تحاوز انتا تكون عنده داكتيل والله ميكرو والله حاجة كبيرة مازال هو يخربش بستيل تقرات هايوه سمعته شبيبه أنا أعطيناكم البداية كيف كانت كانت بتقرير للمخابرات هاكذا تقرير المخابرات وهو يحكي على الأدلة هذوق نجيبوكم دليل باللسان يقول باللي راهو البرادروات نتاع الجنيرال توفيق أو بلك للزار بلك واسمه بلك أبو إعلام بلك عثمني أهل عينك أو يهدد فيكم بلك شنقريح اسمعوا بلسان اسمعوا وش يقول وكان ما يشغل أنا كنت ذراع الأيمن تاع الفريق توفيق كنت المستشار الخاص انتاعه كيفا كيفا عود لي عود لرنة هذي كما قال لش عريوات أنا كنت ذراع الأيمن تاع الفريق كنت الذراع الأيمن تاع توفيق باب العمي والله ركو وعرب زاف أخويا المستشار تاعو زيد زيد وكان ما يشغل حتى حاجة الفريق حتى يشغل كان الجنرال توفيق بما يدير حتى حاجة حتى يشغل سعيد بن سدير هذا اللي قالوكم رب تزير تزير كان تحته بمعنتها هذا المستشار والبرادروات تاع توفيق هو رب تزير فهمتوا تسجلوها بما تنسوه تسجلوها وديروا شوية تاي وقاها بما تنسوه على بالي ممكن بالك تنسوه سأعودوا رجعها لكم بما تنسوها بما تنسوها هذه المرة الثالثة أنا كنت ذراع الأيمن تاع الفريق توفيق كنت المستشار الخاص تاعو وكان ما يدير حتى حاجة الفريق توفيق نعم لا يدير حتى حاجة الفريق يجب أن يدوش يشوني وما تنسوه لا تنسوه سوف نديركم تاع تاع اسموه ريوات تضحكو شوية ثم نكمل في تاعريته ونتفرش الجسوس الخائن العميل المرتزق العربيد سمعو سمعو وشكالكم عريوات روانات لا يجاوبوني ما هذا لا يجاوبوني سيديا نعم إن شاء الله تبرع وكذلك الزهرة يدونها في البرهان سمعته سمعته آه سمعته باللسانه هيا يرى شوية بارتاج في اليقروب في الصفاحات في القداع الجل باش توصل التسجيلات الأكبر عدد ممكن من الناس سمعته بأذانكم سمعته أخي من سيتوش بل يراه هو الضروات انتا توفيق توفيق خدمه ببغل كما هكذا هذا اللي قال لكم المستشار واللي قال لكم باللي هو البردرواتا توفيق وباللي توفيق باللي ما يروح للدوش إلى إذا شاور من سديرها هذا اللي علمته كيفاش يدير الفيديو تخيلوا انتا مع انتا بل يتوفق هذا وشي هو راهوا ورقة بارك الدولة كامل هبطها هاي بنتا الدولة راهوا يقحس فيها ويتظاهر قدام الناس الديبلوماسية ومؤسسات الدولة ويحترم الخاتم من تا الدولة هاي شفتوه شفتوه هي الناس اللي راكم في الرئاسة هذا اللي راهوا هدد فيكم شفتوه كيفاش راني نذلوا فيه شفتوه 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 كيف راني نغمسوله شفتوه 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 لا تخافوه ولا يحزنوه الريع في الشباك